كما كنا شفنا اليوم عبر قناة الشروق نيوز أيضا شفنا التغطية الخاصة اللي كانوا قاموا بها شفنا من خلالها مغادرة الفنانة القادرة الباهية رجدي لأرض الوطن الجزائر متجهة نحو فيرنسا على متن الخطوط الجوية الجزائرية على الساعة الواحدة كما نشفو في الصور كانوا في المطار باش يودحها كل من الفنانتين بشرة عقبي وأيضا الفنانة المحبوبة خالتي بوعلام أو فريدة كريم وأيضا نشوفو هذه الشخصيات اللي من طرف وزارة التقافة والفنور طبعا كما نشوفو في الصور عصام فنانة باهية رجدي كانت حضرة في المطار اليوم على الساعة واحدة إلا أنه من خلال هات الصور نشوفو قوة وشجاعة الفنانة المحبوبة وأم كل الجزائيين خلالهم نقولوا كما يقولون الفنانين الفنانة باهية رجدي يعني كنتشوفها هكا تحس بالشجاعة والقوة ومعنوياتها من خلال الفيديو تكون نفهموا باللي راهي مرتفعة وعالية جدا وهذا اللي رح يساعدها في العلاج إنه قد ما يكون معناوياتك عالية وتكون بزعمة وغالمة رح يكون العلاج إن شاء الله بخير ويجوز بخير أكيد وكانت صراحة سيدة باهية رجلي اليوم بمطار هوري بمدين لزميلنا زهير خشانة بميكروفون الشروق نيوز قالت أنه المرض ديالها كان صدمة بالنسبة لها لكن كما قلت أنه شفناها مرأشة شجاعة ورهي تتحدى وتحارب في المرض وهذا ماشي جديد على الفنانات الجزائريات وخاصة على الجزائريات وأمس بعد جلستها الثانية للعلاج الكيموي كنا وجبنا صورة اللي وريناها لكم وكانت الابتسامة خينا نقولوا كيموي الفنان شوفها دايما مبتسمة زدنا شفناها بعد العلاج وفي حرية في رحلة المرض الصعب هذا الخبيث ربيشة فيها إن شاء الله إلى أنها مازالها مبتسمة ورحوا أيضا الفنانات الأمس كانوا حاضرين معها سالي بن ناصر فاطمة ظهر عليهم وأيضا ليندا سلام نحن نقولوا ربيشة فيها إن شاء الله وترجع لبلادها إن شاء الله على شلالها بصحتها والمرض يكون غادر الجسم أديالها وتكون برات من المرض الخبيث